درسنا النهاردة بازن الله لسن سيفنتين سيميلاريتي عشان نقدر نقول اني بوليجان وان سيميلار تو بوليجان تو اهم حاجة يكون اللي اتنين عندهم نفس النومبر اوف سايدز اف ذاك فولوين تو كونديشنز ار فايد توجيذر يبقى يلزمني ان انا حقق شارتين واحد فيهم مش كفاية لازم اللي اتنين يبقوا مع بعض نومبر وان كوريسبوندينج انجلز اللقصات بعض لازم تبقى يبقى يبقى الشارطين لو تحققوا مع بعض نقدر نقول في الحالة دي اني بوليجان وان سيميلار تو بوليجان تو واحنا شايفين الرمز بتاع السيميلاريتي اهو طيب عشان نأكد الحوار ده وعشان نفهم كلمة لازم ناخد اللي جاي هنا مديني تو بوليجانز اي بي سي دي ان بوليجان اكس واي زاد ال الاتنين سيميلار لبعض ومديني جيفن هنا اي بي تام بوينت فايف ومديني بي سي ايت ومديني سي دي فايف دي اي سيكس ال اكس تري سنتيمتر ومحتاج مني ان انا جيب له اكس واي اند واي زاد وكمان اخر حاجة زاد ال هاستخدم الجيفن اللي هوم الدوني ان بوليجان اي بي سي دي سيميلار تو بوليجان اكس واي زاد ال هستخدم دلوقتي ان الانجلز بالنسبالي مش هتمثل اهمية هستخدم الاي بي اوبر اكس واي بي سي اوبر واي زاد سي دي اوبر زاد ال اي دي اوبر اكس ال حاجة اللي هوم الدهاني هعوض بيها زي ما احنا شايفين الاي بي هنا بتين بوينت فايف والبي سي ايت والسي دي هنا بفايف واي دي بسيكس سنتيمتر اخر حاجة اكس ال ثري سنتيمتر الحاجة اللي مش عارفها هتنزل زي ما هي اقدر اجيب بقى ال اكس واي والواي زاد وزاد ال عن طريق كروس مالتيبليكيشن هعمل تين بوينت فايف باي تري اوبر سيكس هتديني فايف بوينت تويني فايف سنتيمتر وكمان وي زاد ايكول ايد باي تري اوبر سيكس ايكول فور سنتيمتر اخر حاجة زاد ال ايكول فاي باي تري اوبر سيكس ايكول 2.5 سألة اللي بعديها او الجزئية اللي بعديها هنا تديني الرمارك كده صغيرة in the two polygons B1 and B2 اللي اتنين similar the constant ratio among the length of the corresponding sides of B1 and B2 is called ratio of enlargement زي ما قلناه مشوية AB over XY لو كانت الراتي D greater than 1 يبقى دا معنى polygons 1 is enlargement to polygon 2 اما لو كانت less than 1 يبقى دا معنى ان polygons 1 is minimizing of polygon 2 اما لو كانت equal to 1 يبقى دا معنى polygons 1 is congruent to polygon 2 ما فيش اختلاف ما بينهم هيبقى اللي اتنين زي بعض بالظبط طيب الجزئية التانية عشان نقدر نقول ان فيه two triangles are similar يلزمني condition 1 بس مش يلزمني اللي اتنين يبقى في حالة البوليجن انا يلزمني ان انا حقق اللي اتنين corresponding angles are equal in measure و corresponding sides are proportional لكن هنا بالنسبة للتريانجل يلزمني ان انا حقق شرط واحد بس اللي هو measure of corresponding angles are equal اما الجزئية التانية اللي هو length of their corresponding sides are proportional نفهم الجزئية دي في الاكسرسايز اللي جاي ولينزه opposite figure a c parallel to d e a d intersect c e at point m ومحتاج مني ان انا اعمل prove that triangle a b c similar to triangle d b e وبعدين اجيب له length of b c and e d اخر حاجة اجيب له ratio of enlargement ratio of enlargement دي بتعتمد ان انا اجيب الايه side الاكبر divided side الصغير لكن لو طلب مني ratio of minimizing يبقى في الحالة دي هجيب ال side الصغير الاول وبعدين side الكبير طيب نبتدي ال proof بتاعي هستفيد اول حاجة من ال parallel a c parallel to e d يبقى ده معناه ان انا عندي measure of angle a equal measure of angle d عشان اللي اتنين alternate angle كمان في حاجة تانية measure of angle c equal measure of angle e عشان برضو alternate angle اخر حاجة measure of angle a b c equal measure of angle d b e عن طريق vertical opposite angle يبقى انا عندي دلوقتي corresponding angles are equal in measure اقدر اقول اني triangle a b c similar to triangle d b e يبقى انا احتاجت شرط واحد بس عشان اثبت similarity of two triangles لكن لو كان بوليجن يبقى انا كليلزمني ان انا حقق الشرطين corresponding angles are equal in measure وكمان corresponding sides are proportional لكن هنا بالنسبة لتريانجل يلزمني شرط واحد بس فالمتاح بالنسبة لي اللي هو الانجلز واقدر استفيد من خلال السيميلاريتي هستفيد proportion عشان اجيب الـ sides اللي نقصين هنا معايا اللي هو بي سي وكمان اي دي اول حاجة اه هعوض بالحاجة اللي هو مدهاني مديني ال a b هشالها وحط بدلها دي بي هشالها وحط بدلها سيك سنتيمتر بي سي ما عرفهاش و بي اي اعرفها بات سنتيمتر اخر حاجة اي سي هشالها وحط بدلها فايف سنتيمتر اوور دي اي ما عرفهاش اقدر استخدم كروس ملتبليكيشن عشان اجيب بي سي هتبقى عبارة عن 3 باي ايت اوور سيكس ايقوال فور سنتيمتر هنا كمان دي اي ايقوال 5 باي سيكس اوور تري ايقوال تين سنتيمتر طبعا هنا ريشيو اوف انلارجمنت بنستخدم السايد الاكبر اوور السايد الايه الاصغر السايد الاكبر طبعا هنا سيكس اوور تري لكن لو طلب مني ريشيو اوف مينيمايزنج يبقى في الحالة دي كون تسبتها ثري اوفر سيكس اللي طلعت في الاخر هوف لكن هنا طلب مني ايه ريشيو اوف انلارجمنت هقول سيكس اوفر ثري ايقوال تو